بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء العزاء في هذا الفرد طبعا ثاني من الدورة الأولى الجماعيات طبعا فيه تناريم صراحة مشوقة وهادفة وطبعا جامعة شاملة إذن النموذج طبعا الثاني الجماعيات أولا خذوا أبناء ورقة وقلام وضبطوا الوقت تقريبا حوالي 30 دقيقة طبعا عندما تنهون تجيبون تقالون إجابتكم مع الإجابات التي سأمدكم بها نشر على بركة الله التميل الأول أملأ الجدول بما يناسب نعم أعطانا واحدة خارطة أولان عدنا فيها تداريس المغرب وكركزو على الجبال عدنا سلسلة جبال ريف سلسلة أطلس متوسط ثم الأطلس كبير ثم الأطلس صغير إذن هنا قالونا أعطانا السلسلة الجبالية بحل الأطلس كبير أين يجدوص الأطلس كبير طبعا فهو شمال الأطلس صغير وطعونا واحد المثال وشكولك يتوجد أقصى شمال المغرب من حيث الثلسلة الجبالية أقصى حسب الخريطة وشكولك يتوجد في أقصى الشمال طبعا شكولك شمال الأطلس كبير شكولك شمال الأطلس كبير شكولك في الشمال دياله طبعا هذا التمرين الأول التمرين الثاني طبعا بعدما أجيب سأشرحه طبعا ونشرحه مفصلا لذلك هنا أصل بخط أعطونا الأرصال الجوية وعطونا ثلاث تعاريف معطيات عامة حول حرارة والتساقطات والرياح وغيرها تهم من طاقة ما ولفترة طويلة من السنوات أو الأرصال الجوية رص لمعطيات طقس ويعتمد في عرضها على خرائط تسمى خرائط أرصال الجوية ثم التعريف الثالث الأشهر التي تقل فيها تساقطات وترتبع الحرارة وهي عكس الفترة الرطفة إذن ما هو التعريف الصحي للأرصال الجوية ها طبعا التعريف الثالث هنا في ثانيا طبعا أعرف الطقس بالنسبة للتمرين الثالث نجد temporarily أصل الناس من خفة طولي له ضفتان تشريفان على النهر الذي يجري بينهما ثم لن تعريف آخر المجرى المائي الذي يسيل في الوادي المجرى المائي الذي يسيل في الوادي هنا منطقة يمتداد النهر والروافيد منه نهر وادي والحوض النهري وهذا التعريف أعطي عناصر السد السد تكون من العناصر المضرورية ما هي هذه العناصر التمرين الرابعة تقول لنا أملأ الجدول بما يناسب عندنا هنا النهر منبعه ثم مصبه عندنا نهران عندنا ملوية وأمر رابع إذا المنبع هنا والمصب الملوية ثم هنا المنبع وما صبه هذا بالنسبة للتمرين الثالث إذا سنحدد منبعه ثم ما صبه طبعا بعدما تجيبون على الإجابات تقارنهم على الإجابات التي سأمدكم الآن بها الآن بالنسبة اللولانية هالأقصى شمال المغرب لاحظوا جيدا ها جبال الريف نعم جبال الريف شمال الأطلس كبير هالأطلس كبير لاحظوا هنا لأطلس مثر φENT هنا جنوب الأطلس الكبير جنوب الأطلس كبير وه Literomas الأطلس الصغير هنا لأ qué أصل الشمال الأطلس إذا الأطلس الصغير هو جنوب الأطلس الكبير بالنسبة للتمرين الثاني إذا الأرصال الجوية هذه معطاية عامة حول الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها تهم منطقة ما هو لفترة طويلة من السنوات هذا هو تعليف المناخ هذه الأشهر التي تقل فيها التساقطات وترتبع الحرارة ويعكس الفترة هذه الفترة الجافة أما الأرصال الجوية هي رسل معطاية الطاقس ويعتمد في عرضها على خرائطها تسمى خرائط الأرصال الجوية إذا نحاول الحفظه ربما تعطينا أعطي تعريف للأرصال الجوية ربما تعطينا تعريف المناخ ثم أعطي تعريف للفترة الجافة هم التعريف حولوا تحفظهم أن أعرف الطاقس نعم ننتقل السؤال الثاني يقول لنا أعرف الطاقس إذا شنا هو الطاقس حالة الجو من الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها خلال فترة خلال يوم واحد سنحفظه ثاني الطاقس هو حالة الجو من حيث الحرارة والتساقطات والرياح وغيرها خلال يوم واحد إذا تقدر ترحنا السؤال ما الذي يميز المناخ عن الطاقس فالطاقس خلال يوم واحد بينما المناخ لفترة طويلة من السنوات نعم ويهموا منطقة التمرين الثالث طبعا نحن نكونوا حافظة أنه هو النهر اللي هو المجرى المائي الذي يسيله في الوادي والمعقل الذي يسيله في المجرى المائي الذي يسيله في الوادي والوادي هو فيك يجري المناخ منخف الطولي له ضفتاني تشرفاني على النهر الذي يجري بينهما الحوض النهري الحوض النهري هي منطقة امتداد النهر وروافضه يعني النهر والروافض دياله المنطقة امتداد النهر وروافضه عناصر السد وديه مهمة بزاف إذا ستعدنا بحيرة بحيرة السد ثم عدنا منشاءة طبعا حاجز وحد حاجز وعدنا موقع مناسب يعني موقع يتحمل طبعا الضغط أو الضغط ديال المه نعم إذا ذو عناصر سنكون حافظهن هما هي بحيرة منشاءة حاجز موقع مناسب نمر إلى التمرين الثالث فعدنا النهر الملوية منبعه الأطلس متوسط ويصبه في البحر الأبيض متوسط إذا النهر الملوية منبعه الأطلس متوسط ومصبه البحر الأبيض متوسط الأمر الرابي أمر الرابي عدنا المنبع الأطلس متوسط وطبعا يصبه في المحيط الأطلنطي وكان إمكاننا نحاول الرجع القواعد التي تتعلق مثلا بسبوك وبتنسيف مثلا بسوت نعرفه المنبعه والمصب ديالهم طبعا حتى أنا السعيدة جيدا للامتحان أتمنى أن تكون قاية استفدتم ترجمة نانسي قنقر